تابعنا أن كل فترة كان بيزور حد مصر من مشاهير العالم في مختلف المجالات سواء الرياضية أو السياسة أو الفن أو حتى المؤثرين على السوشيال ميديا اللي احنا بنسميهم البلوجرز وده بيتابعهم طبعا الملايين من المواطنين في مختلف العالم على المنصات المختلفة واحد من أهم أو من البلوجرز المشهورين في الفترة الأخيرة هو البلوجر التركي الشهير ياسين جانكيز اللي بيتابعه الملايين حول العالم والمعروف بحاجة يعني غريبة شوية برأسيته الشهيرة جانكيز أو ياسين جانكيز بلوجر بيصل متابعينه حوالي 15 مليون متابع بدأ مشوار الشهرة عبر وصائل التواصل الاجتماعي في 2021 وزي ما احنا متابعين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي وصوله لمصر ياسين جانكيز بدأ في حياته كمزارع عادي جدا وبعد كده كان في لحظة من اللحظات عمل فيديو كده على يعني في حالة يأس يعني عمل فيديو على التيك توك ومن ساعتها والأمور مشيت معاه واتشهر وبقى بلوجر مشهور مشهور بإيه بقى؟ مشهور أنه هو بيحب الأكل يعني هو من شكله طبعاً زي احنا وطفين كده معنا أنه هو الراجل أكيل زار مطاعم في مصر راحل أهرامات زي ما احنا شايفين يأكل حد بيأكله مثلاً أو المكان اللي بيأكل فيه ويبدأ رأسيته الشهيرة يعني بيسموها رأسة الكرش يعني موجودة كده على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي سبق وقبل كده وتقابل مع فنانين مصريين وطبخين مشهورين في تركيا وفي كل مكان زاره هو قرر أنه يزور مصر في دعاية غير مسبوقة للسياحة المصرية في موسم سياحي غير مسبوك في تاريخ مصر احنا عندنا السنة دي السياحة في مصر سواء في ناحية البحر الأحمر أو السحر الشمالي ومهرجان العالمين الجديدة البلوجرز كان عندنا من فترة قريبة جداً البلوجر الألماني المشهور نويل روبينسون وده طبعاً كلنا تبعناه وشوفناه في كل مكان حتى في العالمين الجديدة كان موجود مع الفنان تامر حسني في الحفلة اللي كانت الجمعة اللي فاتت وبدأ شكل مصر أو مصر تبقى وجهة للبلوجرز دول المشهورين بمتابعة المواطنين ليهم وده اللي ميش حالياً يعني هو كل المواطنين دلوقتي أو كل الشباب ليه بلوجر معروف بيتابعوا لكن لما بلوجر ده يجي مصر عندنا ويزور الأماكن السياحية في مصر فده بيدي انطباع للعالم كله إن مصر بلد سياحية من الدرجة الأولى مصر بتشتغل على كل جوانب السياحة في العالم بسياحة سواء سياحة شاطئية سواء سياحة تاريخية